بحكاية بتاع الترتيب الفرقة اللي هتصعد لبطولات أفريقيا دي والله يا كريم بص أنا مش عايزة تسخنني عشان أنا مبتسم هو لا والله بص يا كريم أي بطولة الطبيعي بمجرد انتهاء البطولة ده الطبيعي في أي حتة بتاخد دور الأبطال ودور الكنفدرالية وأفريقيا والكصص دي كل ده أنا النهاردة حديك مثال بسيط أنا فرقة أي فرقة في فرقة بتبدأ الموسم مستوى وفي الآخر ممكن ياخدوا بطولة صحة ورغطة يقوله بقى مش تلع فقفلات يعني إيه اللي تعرف إحنا ماشيين بقبل إيه اللي سبق أكل النبأ إحنا ماشيين بكده عند فهم قصدي طب حاجة تانية لو في فرقة مثلا بدأت الموسم كويس قوي في الدول الأول بقيت في مركز تاني ولا تايت ولا أول وبعد كده تيوم في الأخير في بيصرر هبوط بالضبط فشارك فقفلات مدالة بكدها جمعا وبعدين إحنا كل سنة كريم نقعد في الفيلم ده والقصة دي وده خدته في لغته كده الحاجة بس اللي برضو يعني أنا برضو مش قادر استوعبها هي المغرب دي مش بتلعب معانا يا كريم يعني هم بيلعبوا معانا في نفس القرى صح بيلعبوا دوري الأبطال برضو بيلعبوا بتاعه الناس ما عندهمش القصة دي إحنا الواحدين اللي عندنا مشاكل في تنظيم المباريات ومين الفلقة راحة أفريقيا لازم تعرف الناس إحنا دوري مش قليل وإحنا بلد مش صغيرة مشكلة إنه في المغرب مثلا في تونس في الجزائق بيشاركوا معانا نفس البطولات الأفريقية بس ما عندهمش الأهلي والزمالك أقوهم من كل حاجة يعني أنا بس أنا بيبقى على فكرة دايما يقولك الزمالك ساعات يحس إنه في حد بيتعمر عليه الأهلي ساعات بيحس إنه فيه بيتعمر عليه وأنا بشوف إن أهلي والزمالك أكتر في الوقتين بياخدوا حقهم تالت وامتالت في الكرة المصال ما بيشوفوش بقى الأندية بس الأهلي عايز أقل إسبوع عشرة ماشي أقل والمصطلح دايما المبارد الوحيد لمصلحة الكرة المصري أيه بقى اللي هي المصلحة الكرة المصري ما هم بيشتغل لمصلحة الكرة المصري أيه إيه وده ضرر طمعا ضرر وبعدين انت انت للوقت النهاردة مع احترامي وأنا جاي يدير ولا جاي ياخد بس يا كريم زيما ما انت قلت ده فيه تأجيلات بتحصل بالتلفونات أيوة انت فهمني أيوة وبعدين انت النهاردة مواعيد المباريات يعني برضو غريبة جدا انت خلي بالك اللي بيحصل يا كريم انت الطبيعي في نهاية الموسم انت الوقت يتعتبر في نهاية موسم التوقي كتوقيت المفروض لكن اللي بالدوري تقليل ربع الموسم انت ما بتيجي تخلص الدوري في شهر تسعة اللعبة دي تبقى منحكة بدنيا هل انت هاردة وانت بتحط مواعيد المباريات هل جبت عمرك يعني الطبيعة كريمة ما بتيجي تحط أنجندة دوري لازم يبقى معاك ناس بتاعت أحمال وبتوعليك بدنية اللي الناس دي تقدر تقولك تفيدك لو هتلعب كل 3 يام ماتش كل 4 يام ماتش طب لو ضغطت ممكن يحصل ايه لكن في الأول والآخر الدنيا بتبقى هقولك برضو كريمة حاش برضو اللي هيسمعنا هيقولك برضو في حتة وقعت منك وانتو بتكردوا المغرب وتونس والجزائر دلوقتي مثلا المغرب ودي قضية تانية ومشكلة تانية مغرب تونس أو المغرب وجزائر تحدي بالعمل غير دوليين بالعمل غير دوليين بالعمل غير دوليين على كاس أفريكا اللي فات دوت مثلا بوزلنا كل حاجة ليه انت بتوقف دوري مع أسكر منتخب جاي احنا عايزين إسبوع زيادة يعني برضو هم هناك ما بيحتاجوش يعملوا دوت عشان كل اللعيبة جاية من بره من المغرب والمغرب الدولي شغال زي ما هو بس فيه فرق بتتاخد يعني فيه مثلا ممكن بييأخدوا 2 أو 3 رتم الدولي المغربي مثلا ما بيوقفوش أول طبيعي الطبيعي أي فرقة بيتاخد منها عنصرين دول ممكن عادي يعني يكمل لكن أنا ده مثلا ممكن أخد جون رابع ملعبش من فرقة طب أنا ليه يوقف الفرقة دي ما تلعبش في الدولي ليه يقولك ما هو يمكن يحتاجو لا لا هو مش يحتاجو هي في الأول والآخر زي ما انت قلت بيبقى فيه خوف من الإعلام وخاف من الأندية يعني هلديك مثال مثلا الزمالك والإعلام مفروضة يلعبه كاس مصر الزمالك مع بروكسي والإعلام مع الألمونيو بتلعب الدولي ليه هو خلاص الكلام بيحتلع أنه هم من غير الدولي بس يزعلانين يعني 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 هم اللي اتنين خلاص خلاص لما ما انت ببقى مصلحة الأندية ما تجيش بقى توقع تقول نفيش يعني بس يا كريم أنا أنا في اعتقادي المشكلة دي كلها أنا مش عايز حد يزعل مني بس اللي انت ما عندكش أفكار جديدة ما عندكش ناس بتطور من نفسيها ما عندكش ناس ما بتعملش حسابات لأندية وبتشتغل الصح اللي في الأول والآخر أنا هعمل الصح أجمشي بس الناس هتيجي فيهم اللي يقولك لا والله دي عمل واحد لمصلحة الكرة المصريية ما عمدش لمصلحة العليوز بيزبط كده وده بدليل إحنا بفترة الأخيرة ماتشاط المنتخب أما المنتخب كان بلعب كنت ممكن تلاقي ماتشاط ودية تلاقي خمسة ستة في المدرجات ماتش يا أهلي وزا مالك تلاقي اللي فدي ده 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 نتاج لكل القصة لكن احنا لو هنفضل بالشكل ده هيبقى الموضوع صعب جدا